طيب في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على ايه هو افضل تراك في مجال تكنولوجيا المعلومات في الفترة المقبلة في الكام سنة الجايين بناء على استفتاء كده كنا عملناه على القناة لو حد كان شارك فيه كنا بنقول ما هو المصار الذي تختاره وتعتقد ان له مستقبل كنا حطين الديتابيس ادمنستريشن والديتا ساينس والويب ديفالوبمنت والموبايل ديفالوبمنت والديفوبس وزي كده ما انتم شايفين قدامكم الويب ديفالوبمنت اكتسحت باكتر من 50% او تحديدا 53% يعني ووراها على طول الديتا ساينس وبعدها ييجي الديفوبس وبعدها الموبايل ديفالوبمنت وفي الاخر خالص الديتابيس ادمنستريشن طبعا مش ديه كل التراكس بس انا اخترت التراكس دي لانها منتشرة جدا يعني وكان فيه لسه منحة تبع وزارة الاتصالات فيها تقريبا اغلب التراكس دي موجودة يعني رغم ان عدد الفوتس ما كانش كتير 110 يعني رقم قليل برضو ان احنا نعمل استفتاء بس النسب طلعت مطابقة ليه تشارت هنشوفها في الاخر كده تقريبا نفس النسب ديت يعني هنشوفها في الاخر يعني طيب تعالى كده ناخد كل تراكس هننتكلم على الخطوط العريضة في كل تراكس من دول هنرتبهم من اكتر نسبة جدا على الاستفتاء لالنسبة فهنبتدي بالواب development هنتكلم في ست نوات تحديدا ايه تعريف كل تراك يعني كل تراك بيعمل ايه بالزبط الجوب تايتلز شغلانات الكل تراك من دول ايه الشغلانات اللي هو بيشتغلها يعني والادوات اللي كل تراك من دول بيكون محتاجها والتلات نوات الجايين دول ايه بقى يعني فيهم لغط كده كتير شوية اول نقطة هي انت محتاج وقت دياش تعلم كل تراك دي طبعا بترجع لنسبة استيعاب كل فرض الوقت اللي هو بيستثمره عشان يتعلم كل تراك يعني لو واحد مثلا بيعود ساعة في اليوم غير واحد بيعود خمس ست ساعات في اليوم مثلا اشتعلم تراك اكيد الموضوع هيبقى مختلف زائد طبعا نسبة الاستيعاب كل شخص بتختلف من فرض للتاني وهنتكلم بقى على المرتب المتوقع لكل تراك من دول وده بقى مختلف جدا من كل بلد للتانية من كل مدينة للتانية من كل شركة كمان جوا المدينة للتانية على حسب حجم الشركة شركة انترناشنال شركة عدد العمالة فيها كبير جدا غير عدد العمالة فيها قليل غير شركة لسه بدأ فطبعا الموضوع بس هنحاول نوصل لرقم يعني فيجر كده انهي اكتر تراك هنشوفها برضو بتشارت يعني هوريها لكم واخر حاجة طبعا هل كل تراك من دول ريكوارد ولا لا وهوريكم بطريقة ازاي نقدر نقيس بيها الكلام ده ببقاش متقاس قوي يعني بس نقدر نحاول نوصل لنتيجة لحد ما مرضية بناء على احد التولز هتشوفها في الآخر يعني تمام تعالوا كده ايه نبتدي طيب اول مجال هنتكلم عليه زي ما قلنا اللي كان مكتسح معنا وهو الويب ديفلوبمنت ايه بقى الويب ديفلوبمنت دوت هو عبارة عن اي تسك مرتبطة بين انت تكريات تبيلد تمنتين ويب سايت ده بيندرك تحت كلمة ويب ديفلوبمنت طبعا ده ملخص او تعريف بسيط جدا للويب ديفلوبمنت طيب ايه الشغلانات الويب ديفلوبمنت دي بيتشغلها بقى عندك حاجة كتيرة بقى الfront end developer يندرك تحت الويب ديفلوبمنت والباك اند والUI والUX designer والجونيور الديفلوببر والسينيور ديفلوببر والفولستاك ديفلوببر لو عايز برو تعرف بالتفصيل احنا زي ما قلنا هنا هنتكلم على الخطوط العريضة مش هنتكلم بالتفصيل قوي لو حابب تعرف يعني مثلا ايه فول ستاك ديفلبر ده مفروي تعلم ايه او الفرونت اند او الباك اند هسيب لكوا لينك فيديو انا كنت شارع بالتفصيل الكلام ده وتقبل كده فيه برضو ملحوظة هنا عايز اقولوكو عليها تحديدا في مجال الويب ديفلومنت هتلاقي بعض الشركات تنزل لك ايه الجوب ديسكريبشن او التاسكس اللي انت عايزك تعملها او المتقدم عايزا يعملها تلاقيها هتطلق حياة كثيرة جدا لو بس تلاقيها نفس الديسكريبشن او الجوب ديسكريبشن بتاعت السينيور يعني تلاقيها هتطلق الجوب ديسكريبشن بتاعت السينيور بس الجوب تايتل او البوزيشن اللي انت بتقبله عليه فاكتب لك جونيور ديفلبر عشان في الاخر ايه يديك مرتب الجونيور بس انت بتعمل تاسكات السينيور فدي طبعا بتبقى دلالة ان الشركة دي ايه مش كويسة لو مزنوق خلال وما فيش شغل يعني اتوكل عبا بقى واشتغل لكن لو عندك options دانية ما تعملش كده طبعا لان ده بيكون سلوك مش مبشر بالخير يعني تمام بس ده مش كتير بصراحة يعني بس بلاحظ ان بعض الشركات بتعمل كده يعني طيب تعالوا نتكلم على التولز بقى اللي احنا محتاجينها طيب بسمح مراحيم كده طبعا واعتقد اغلابكم عارفين الكلام دوت احنا عايزين html css javascript ده كده قبل ما نروح في اي حتة او قبل ما نعمل اي حاجة دول معاك كده ايه بعد اسمك على طول لازم تبقى عارفة بعديهم بقى محتاج تتعلم حاجة زي الرياكت او الانجيلر او الفيو مثلا دول بيكون اسموهم javascript frameworks انا هنا اعمل بلاس عشان دول لازم تتعلمهم الحاجات اللي جاية كلها ممكن تتعلم حاجة واحدة بس يعني ممكن تتعلم رياكت بس او انجيلر بس مش شرط تتعلم كل دول تمام برضو هكون محتاج حاجة اسمها css frameworks حاجة طبعا زي المشهور جدا bootstrap او foundation ui kit او materialize css كل اللي بيعملوه الجاواسcript framework والcss frameworks انه هو بيسهله عليك بدل ما تقعد مثلا تكتب css code او تعمل library بتاعتك انت من الاول لا هو مجهز لك شوية حاجات buttons و drop down lists وحاجات هي جاهزة على طول ونفس الكلام برضو فيه الفريموركس بيسهل عليك شغل كتير جدا انت ممكن تقعد فترة اطول تعمله بالجاواسكريبت فهو بيسهل عليك بالفريموركس ديت مش شرط اتعلمهم بس طريبا اغلب الشركات والوظائف دلوقتي بتكون طالبا ان انت على الاقل تكون عارف ايه فريمورك منهم نخش بقى على اللي بعده وهو ال programming languages وعندنا هنا بقى اختيارات كتيرة طبعا احنا مش كتبينهم كلهم ولا حتى في ال java script frameworks كلهم يعني احنا بس بنذكر الحاجات المشهورة ونفس الكلام في ال programming عندك ال c sharp طبعا لغة منتشرة جدا ال java وال python مؤخرا بقت يعني ضربة في السامة خالص لان كمان الاستخدامات بتاعتها بقت كتيرة جدا في ال machine learning في حاجات كتير بصراحة يعني فبقى استخداماتها متعددة فبقى مطلوب كتير جدا ناس تبقى شغالة بال python باختلاف ال frameworks اللي بعد كده هتشتغل بيها بال python يعني نوت طبعا من الحاجات المشهورة جدا روبي في الوطن العربي يعني مش منتشرة قوي بس برضو من ال languages القوية جدا يعني php برضو نفس الكلام وgo برضو بقى لها باع كبير في الفترة الاخيرة يعني واعتقد ان شاء الله في المستقبل هيكون ايه في اعتماد كبير عليها يعني زي ما قلنا برضو طالما ما فيش plus هنا فانا ممكن تتعلم حاجة واحدة بس ممكن تعلم t-shirt بس او python بس او load ولو تعلمت programming language واحدة اعتقد هيبقى سهل عليك ان تتعلم اللغة التانية او التالتة او الرابعة انت هلالس هتبقى فهمت ال concept بتاع ال programming هيبقى سهل عليك ان انت تعرف بس syntax بتاع كل لغة تانية يعني فهي البداية هتبقى أصعب بعد كده هتلاقي ايه الموضوع سهل يعني طيب بعد كده محتاجين تعلم framework يعني مثلا لو انت تعلم c-sharp او filtrac بتاع c-sharp غريبا هتحتاج تتعلم asp.net core لو انت java هتحتاج تتعلم spring لو انت python هتبقى مثلا django او flask حاجة من الاتنين دول او طبعا في دول الخاص بالweb development في بقى frameworks تانية لل python بتعمل حاجات تانية يعني مثل ال tensorflow مثلا للمachine learning وما الى ذلك يعني ruby عندنا ruby on rails وفي نوت طبعا عندنا ال express وهكذا يعني فبناء على ال language اللي انت حابب تعلمها هتلاقي framework بتاعها لو كان واحد او اكتر يعني وزي ما قلنا في الاخر الفيديو خالص هنشوف طول تشوف الطلب على كل framework من دول بيكون قدية مش realistic بنسبة 100% طبعا يعني بس الى حد كبير بتعرف لك الدنيا راحه فيني يعني وطبعا في الاخر عندنا بقى ايه قواعد البيانات اشهر حاجة طبعا ال SQL databases وعندنا بقى SQL server وال MySQL وال Postgres وال Oracle وفي بقى دول تيمجر اشهر اربعة يعني كنا نضيف عليهم كمان المريا دي بي لشباه ال MySQL دول اكتر حاجة بتكون مطلوبة يعني وبرضو لو تعلمت SQL نفسه اللي هو ال standard هتلاقي ان انت تتعلم كل واحدة من دول الموضوع بسيط يعني لو تعلم SQL server تقدر بعد كده تشتغل على MySQL او Postgres او حتى Oracle بدون مشاكل يعني ومؤخرا في اخر كم سنة ابتدأ يبقى فيه مفهوم جديد اللي هو ال no SQL databases واشهرهم طبعا دلوقتي فيه المونجو DB والريدس والدينامو DB والكوزموس DB وبرضو عشان تعرف الف رؤاد بين كل ال data basis ديت وكل التولز ديت انصحك ترجع ايه للفيديو بتاع ASP.net FullStackDeveloper هسيب لكم اللينك روح شوفه واعتقد هيفيدك بشكل كبير يعني طيب ايه الوقت المتوقع ان انت تقول ان انا خلاص خلصت التراك دوت او ان انا خلاص كده تمام وقدر اقدم على شغل زي ما قلنا في الاول ان الموضوع ده على حسب استيعاب كل واحد وعلى حسب انت استثمرت من وقتك قديه اللي بيقعد ساعة غير اللي بيقعد ساعتين غير اللي بيقعد سبعة غير تمانية غير عشرة بس هناخد average زي ما قلنا مش من السهل ان احنا نقيس حاجة زي كده بس انا هحط رقم اللي هو من خمس لثمان شهور انت لو ابتديت ممكن ان شاء الله خلال خمس لثمان شهور بس جد يعني مش تهريد تستقطع كده من وقتك جزء كل يوم او على الاقل يا سيدي خمس تيام في الاسبوع وعندك يومين بقى اعمل فيهم اللي انت عايزه اخرج مع صحابك ويعمل كل انت عايزه الخمس تيام دول لو قعدت فيهم ممكن من خمس لثمان شهور ان شاء الله تقدر تبقى فاهم كل التولز ديت مش كل زي ما قلنا يعني انت هتختار تراك واحد بس يعني مش هتقدر بقى في خلال الفترة دي تتعلم كل البروغراميج لانك وشوز ديت لا انت هتختار تراك من التراكس ديت تمشي عليه وان شاء الله بعد الفترة دي هتحس ان انت قادر ان انت تقدم على شغل وعندك ثقة في المعلومات اللي عندك بس اهم حاجة طبعا يعني في كل التراكس في ديت وكل اللي جاي بعد كده ودي اللي انا بسترس عليه ان انت تمارس الموضوع دوت مش مجرد بس تتفرج على فيديو لا لازم تطبق بايدك هيطلع معاك مشاكل ده طبيعي كلنا وكلنا بنتعلم لازم يحصل مشاكل ده شيء طبيعي يعني فاهم حاجة الممارسة يعني طيب كده فاضل نقطتين مغطناهم شوية موضوع المرتب وموضوع هل التراك ده مطلوب في البلد اللي انت فيها ولا لا ودول هنشوفهم في الاخر وهنقدر نقارن كل التراكس مع بعض فمعليش هنجلهم في اخر الفيديو طيب نخش على التراك اللي بعده وهو الديتا ساينز من المجالات اللي انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة جدا يعني بقى داتا ساينز ده بيعمل ايه يعني الديتا ساينز ببساطة زي ما الديفنيشن هنا بيقول انه هو يعني انت بيكون عندك رو ديتا ديتا خام كده بتقدر تطلع منها شوية معلومات بناء عليها متخزين القرار او اللي انت بتطلع لهم البيانات دول بيقدروا ياخدوا قرارات بناء عليها طيب لو كلام مش واضح هنشوف امثلة عشان نفهم منها يعني ايه الكلام ده بالضبط بس ايه مثلا الجوب طايتلز اللي انت بعد ما تخلص تراك ده تقدر تشتغلها عندك بقى سيدي الديتا ساينتست الديتا اركتك بعض الشركات بتسميها كده يعني وكمان فيه ناس بتسميها ديتا انجينير او ديتا اناليزست فيه بعض الاختلافات بين الديتا اناليزست والديتا ساينتست انا بنتكلم عليها بشكل منفصل يعني وطبعا بعد ما بتخلص عندك بقى ايه حط سينيور قدام كل الكلام ده سينيور ديتا ساينتست سينيور ديتا اناليزست بس عشان ليست متبقاش طويلة فعندك فيه بعض الناس بتسميها ماشين لرنج انجينير برضو فكل دي جوبز تقدر تشتغلها من الديتا ساينتس او التراك بتاع الديتا ساينتس طيب نرجع بالأمثلة لان لو ممكن حد يبقى لسه مش فاقي يعني ايه الديتا ساينتس ده بيعمل ايه عندك مثلا يا سيدي العربيات اللي بتمشي لوحدها زي الحاجات بتاع التسلا والقاودي ومرسيدس قريبا شركات كتيرة دلوقتي بقى عندها عربات كتير بتمشي لوحدها في بعض العربيات بيبقى عندها ميموري الحفر مثلا في الشارع فين مش مجرد كمان التراك ماشي ازاي لا الحفرة فين عشان تعمل حاجة في الساسبنشن او تتفداها او تقلل السرعة واي ان كان ايه الاكشن اللي هي هتاخده نفس الكلام في الدرونز الطيارات اللي بدون طيار كل دوت ماشي باستخلاص بعض البيانات او عنده مجموعة بيانات كبيرة جدا هي اللي بتقدر توجيه ويمشي ازاي سواء في الدرون او في العربيات مثال تاني برضو هو في الصناعة ويهي السبلاي تشين امتى اطلب رو ماتيريال انا ممكن مثلا لو انا عندي مصنع اطلب رو ماتيريال زيادة فانا اخفر لان انا ما بصنعش لو طالب مثلا ايا كان هي ايه ميت قطعة مثلا بس انا محتاج تلاتين بس فانا عندي كده سبعين ما بعملش يوم اي حاجة دفعت قدامهم كوست وده يعتبر خسارة لان ما دخلتش عندي في خط الانتاج الديتا ساينتست بتساعد هنا جدا ان انا اطلب فعلا او اقدر اتوقع حتى متطلبات السوق مثال تالت مهم جدا برضو هو الماركتنج او الدعاية او الاعلان انا ممكن يكون عندي منتج مطلوب في احد المدن ومش مطلوب في احد المدن في نفس البلد فلو رحت عملت له ماركتنج في المدينة اللي هو مش مطلوب فيها مش انجح وانا كده هبقى ايه يعني الكمبين بتاعي فشل او المنتج بتاعي ما انجحش الماركتنج طبعا جزء مهم جدا من اي منتج عشان ابيعه انا اجبلكم مثال حقيقي يعني انا في حد كان بيقول لي يعني شغال في مجال السعاد فكان بيكلمني على سعر روليكس تحديدا يعني في مصر يعني فكان بيقول لي انه هو عايز يبيع سعر روليكس فبيقول لي تتخيل انه محافظة فيها طلب اكتر على سعر روليكس يعني طبعا انت اول حاجة هتيجي في المغاك اللي هو القاهرة او الجيزة او الاسكندرية يعني لا هو كان بيقول لي بنال على كلامه يعني ان اكتر طلب طبعا ده ريشيو يعني على عدد الناس على الطلب يعني كانت موجودة في جنوب سينا وفي المنوفية وكان محققة مبيعات كبيرة جدا للساعات الروليكس في المحافظتين دول يعني فييجي هنا بقولك مجال الديتا ساينز تقدر تقيس بي مين اللي عايز المنتج بتاعك عشان ما تعملش ماركتينج غلط مثال الرابع برضه عشان نأكد على المعلومة وهو الوزر فوركاست الوزر فوركاست التوقع أو التنبؤ بالطقس من حاجات المهمة جدا للزراعة من حاجات المهمة جدا لمثلا الريجات اللي بتبقى في البحر دي لو التقس سيء الموضوع بقى مكلف جدا وهو بيشتغلش فاننا بقى عارف أو متوقع الى حد كبير الطقس هيكون سيء فقدر ان انا ما جيبش الريج دوت او ان انا اصلا بقى عامل بلان ان انا مش هشتغل غير لما مثلا اقول لا والله هاد وانا شغال الاسبوعين الجايين ويطلع الطقس في البحر سيء جدا مثلا فمعرفش هشتغل فانا الشركة بتاعتي تخسر فلوس كتير جدا وبرضو الديتا ساينز تقدر الى حد كبير يعني ساعدنا في المجالة الديتا اتمنى تكون الفكرة وصلت يعني ده امثلة بسيطة جدا من الحاجات الديتا ساينز بتقدر تعملها يعني او بتقدر تساعدنا فيها طيب اللي هيجي بقى جاي ده ايه يعني حتة واسعة شوية هي الانجوش المستخدمة في الديتا ساينز عندك بقى من اول السي والسي بلاس بلاس والسي شارب والجافا والبايسون والساس وأشهرهم الار والسكالا والجوليا والماتلاب والسبارك كل دي لانجوش تقدر تطبقها في موضوع الديتا ساينز بس أشهرهم طبعا على الاطلاق الار والسكالا يعني دول المستخدمين بشكل كبير جدا في موضوع الديتا ساينز عندك برضو تولز تانية بتقدر تساعدك زي مثلا الـ Power BI بيقدر يجنريت داش بورتس بسهولة جدا وبسرعة جدا حاجة خرافية يعني وكمان بيجنريت الانساينز بناء على الديتا اللي انت الديتايله وان شاء الله هنبقى نعمل توتوريال برضو على الـ Power BI عندك زي ما ذكرنا قبل كده التنسر فلو والبيك ام ايل ماكسوفت برضو سي شارب عاملة الـ ML.NET لو حد برضو حابب بيجربه يعني احنا في القناة عندنا يعني متبنين الـ سي شارب يعني فبنعمل دعاية للـ ML.NET ممكن ما يكونش بنفس قوة باقي الفريموركس بس ايه برضو بيطلع ريزلتس جميلة الـ MySQL طبعا أو SQL Database عموما برضو مستخدمة في الـ Data Science لان الـ Data بتبقى متسجله في قواعد بيانات والـ MongoDB ده برضو نفس الكلام طيب الـ Time Frame المتوقع ان لو واحد لسه بادئ يتعلم فيه موضوع Data Scientist او Data Analysis برضو زي ما يعني مش هنكرر بقى كل شوية الموضوع ده ايه مختلف من شخص للتاني ولحسب الوقت اللي هو بيستثمره فيه بس انا حطيت للـ Data Scientist او الـ Track ده من 4 لـ 7 شهور لو ابتديت من غير background تقدر تبقى Data Scientist او Data Analysis تأدت دينيا بس تبقى شغال ايه بجد يعني ما تبقاش بتدلع يعني خلصنا الـ Track ده برضو موضوع مرتبات وهل مطلوب في بلدك او لا هننقشوف الاخر طيب نخش على اللي بعده وهو الـ DevOps ده الموضوع مفضل بالنسبة لي بصراحة يعني ايه بقى الـ DevOps ده يعني طيب تعالوا نبص على الـ Definition ده DevOps بيقولك هو Combination من الـ Practice عبارة عن خليط بين الممارسات والأدوات اللي بتساعد او بتزود الشركة اللي انت شغال فيها او المؤسسة او المنظمة اللي انت شغال فيها انها تدليفر او توصل الـ Application او الخدمات بسرعة عالية ده العميل هنشوف بالتفصيل يعني ايه الكلام ده ايه الشغلانات اللي الـ DevOps ده بتطلق يعني تروح تقلقا تراك الـ DevOps ده تشتغل ايه بقى عندك طبعا اشهر حاجة DevOps Engineer قريبا هو ده اغلب الشغلانات بيسمع كده او فيه ناس كمان بتسميها Platform Engineer وطبعا عندك Senior DevOps Engineer معاني حاسس ان انت لو بتشتغل DevOps Engineer فهمت اصلا كده Senior يعني مش عارف ايه Senior بعدين انت بدأ عارف Tools كتير جدا ولازم عندك background قبل ما تخش في التراك ده وتعاني الـ Development عموما يعني والـ Operations كمان يعني طيب الرسمة الشهيرة اللي اكيد شفتوها قبل كده فيه موضوع الـ DevOps Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate, Monitor وهكذا شايفين بقى هي حالة زونية شوية لان انت مفروض بتكرر الـ Iteration دوت او التكرار ده كل شوية طيب نظرة سريعة على التولز اللي نستخدمها في الـ DevOps زي ما انتو عارفين بعض التولز يعني الجيرة طبعا في الـ Planning وال-Git وال-Github وال-Selenium Puppet Chef و Jenkins في الـ Continuous Integration والContinuous Delivery الـ Ansible والـ Elastic Stack والـ Promises في الـ Monitoring والترافورم في الـ IOC او الـ Infrastructure as a Code والنيجيس في الـ Monitoring برضو وطبعا مش هننسى الدكر اللي احنا مغطينه هنا على القناة بتاعتنا لو ما شفتش الكورس ده انصحك تروح تشوفه ان شاء الله تستفيد وهيضيف لك كتير يعني وطبعا الكوبرنيت الكورس بنجهزه ان شاء الله دلوقتي ان شاء الله من الأول السنة نبتدي ننزل الفيديوهات يعني دي بعض التولز مش كلها انا عايز بس اقولك حاجة ان ما يخدقش شكل التولز كده وانها بقى اسماء غريبة كده وحاجات غريبة لا انا بشوف ان الموضوع بسيط وعشان تتعلم كل تول من دول الموضوع مش بصعوبة ان انت تتعلم مثلا programming language يعني انت لو تعلمت اي programming language من اللي كنا ذكرينهم فوق قبل كده انا بقولك ادار تتعلم اي حاجة من حاجات دي بسهولة جد الpython وc sharp والجابا بيكون اصعب من الكلام ده الconcepts مختلفة احنا ماينفعش نقارنه احنا كده بنقارن يعني تفاحة لموزة لا احنا مش عايزين انا مش قصدي من المقارن احنا بنقارن two tools زي بعض لانا بكلم على مدى صعوبة تعلم كل واحدة منهم الاسماء غريبة شوية كده وكبيرة وتحس ان الموضوع كبير بس هم ووضوع مش كده هم بس التولز كتيرة وطبعا دول مش كلهم يا في كل يوم في كل شوية فيه تولز بتطلع يعني او updates بيحصل عليها بيغير هي شغالة ازاي ده طبعا بلاس ان انت لازم تبعارف بقى شوية linux على شوية bash shell على شوية power shell وطبعا لازم لازم تبعارف ويب سيرفر سواء مثلا apache او ingenix او حتى iis حاجات دي لازم تكون ايه عارفها ويفضل طبعا لو انت تكون اصلا اوير بالعملية كلها يعني زي ما هم شايفين devops هي مقسومة الكلمتين development وال operations ال development واضح من اسمها حتى هي مقسومة هنا ان انت بتبلان وبتكود وبتبالد وبتست ال product او ال application اللي انت بتطلعه وال operations ان انت بقى تعمل release و deploy و operate و monitor لل product فيفضل قبل ما تخش في التراك ان ان انت تكون اشتغلت web developer مثلا او يعني ساهمت في العملية دي بساكل انت لو دخلت مرة واحدة من كون ما يكون عندك خلفية عن الموضوع هتحس ان الموضوع صعب تحس ان مش عارف هي الناس دي بتعمل ايه زي ما قلنا هي في الاخر هي شوية ممارسات كده عشان نحسن بيها الانتاجية بتاعة الشركة بتاعتنا في موضوع development دوت فلو انت ما حضرتش او ما اشتركتش في موضوع development بالاول دوت هيبقى الموضوع مش سهل عليك في الاول فعشان كده انا التراك ده تحديدا بقول لازم تكون اشتغلت مثلا ويب ديفالوبر شوية او ديفالوبر عموما يعني او كنت مشارك في السايكل دي بصورة ما عشان تعرف هي احنا ايه التول زي بتسرع ايه او بتسهل ايه او بتحسن ايه لكن هتخش مرة واحدة على التراك دوت اعتقد هيكون في صعوبة انت هتفهم هي ايه الهدف او احنا بنعمل ايه بالزبط والتايم فريم اللي انا حطيته ليه الديف اوبس تراك دوت هو من خمس لسبع شهور وبرده هنتكلم على المرتبات ويهيه هل هو مطلوب في بلدك فغلاء في الاخر زي بقية التراك طيب نروح لتراك تاني برضه زريف جدا وهو الموبايل ديفالوبمنت انتريستن جدا وشيق وبتعمل بيه حاجات حلوة كده وتروح توريها لصحابك واهلك بتبقى ايه مبسوط جدا يعني اللي هم بسطا عامل أبليكيشن على الموبايل وحاجة خطيرة المقصود بقى بالموبايل ديفالوبمنت اي ديفالوبمنت انت بتعمله لأي جهاز متحرك يعني مش شرط يبقى موبايل ممكن مثلا تبقى الساعات الساعات المنتشرة دلوقتي مع الناس الابل واتش وفي سامسونج اعتقد عاملة وشاومي كلهم عاملين برضو انت بتعمله ديفالوبمنت ومش بس كمان كده ممكن تعمل التلفزيونات نعمل تطوير برامج التلفزيونات فالمهم هو مش مقصود به فكرة الموبايل بس اي جهاز متنقل احنا بنعمله ديفالوبمنت او الموبايل الديفالوبر ده بيعمله ايه ديفالوبمنت بس احنا اي حالين هنتكلم على قطبين زي كده في مصر الاهلي والزمالك احنا نتكلم على الاي او اس والاندرويد والشغلانات يقدر تقدم عليها طبعا اي او اس ديفالوبر او سوفت حتى ديفالوبر سوفت دي البروغرامنج لانجودش بتاعة الاي او اس المستخدامة عشان تطور اي او اس في النيتف هنتكلم حاليا عليها دلوقتي او ممكن يبقى اسمك موبايل ديفالوبر اندرويد ديفالوبر وحط بقى قدام كل الكلام ده سينيور هنا بقى ينفع يبقى فيه سينيور يعني ينفع فيه جونيور واحد لسه بيبتدي في الاول واحد يبقى سينيور ايه متودق كده زي ما بنقول بالبلدي في الموضوع بقى له كم سنة متكحرة يعني نفس الكلام برضو في الاندرويد تمام طيب نقدر نقسم بقى الموبايل ديفالوبمنت لتلات انواع نيتف هايبرد وكروس بلاتفور نيتف دي اللي هو محلي يعني عارف لما يكون في حد شاطر شوية في الانجليزي فيقول لك عليه ده نيتف ده بيتكلم زي المحليين فالنيتف في الاي او اس والاندرويد تعالوا ناخد الاي او اس الاول ان انت تستخدم لانجوش اسمها Objective-C دي لانجوش التي كانت واستخدمها زمان شوية استبدلتها قبل بلانجوش جديدة اسمها Swift لسه في بعض شركات يعني انت لو كتبت او دورت على اي محرك بحس بتاع شغل Objective-C هتلاقي لسه الناس بتطلب Objective-C يمكن اقل شوية بس في ناس عندها Applications قديمة مكتوبة Objective-C فلسه طبعا بيطلبوا ناس ديها يعني اكيد عندهم بلان طبعا ان هم يأبغريدوا للSwift Swift انا اشتغلت فترة Swift وبصراحة يعني من اقوى ال Programming Languages اللي اشتغلت بيها ويعني اتمنى انها تعمم وتكون بتعمل لكل Platforms مش مجرد لابل بس يعني هي طبعا بتعمل Software مش l-iOS بس لقى بتعمل operating system كمان بتاعهم يعني عايز تعمل application لماك بتقدر تستخدم Swift اي حاجة لها علاقة ابل بتقدر تستخدم اللانجوتش دي ويعني حاجة قوي جدا يعني تمام وبتقدر بقى تكتب الكلام ده جوة IDE اسمه Xcode برضو IDE قوي جدا خرافي جدا Visual Studio قوي طبعا جدا بس Xcode برضو لا يقل قوة عن Visual Studio للأمانة يعني طيب نيجي بقى للنايتف في الاندرويد زي ما انتم عارفين طبعا الجافا كانت مستخدمة لفترة طويلة جدا في تطوير اي برامج للاندرويد ومؤخرا ده اللي هو من كام سنة يعني مش مؤخرا ده بقى لهم كتير يعني بستخدمه Language جديدة اسمها Kotlin شبه الSwift شوية مش شبه قوي يعني بس قريبة منها لحد كبيرة وطول برضو قوي جدا والآي دي طبعا اللي اغلب الناس بتخدمه هو الاندرويد ستوديو ينفع طبعا تستخدم IDEs تانية يعني بس دول اشهر ايه 2 IDEs للإيو اس والاندرويد واللي خدتوا بالكم متقريبا نفس اللوجو في بعض الناس عندها نظرية مؤمرة في موضوع اللوجوهات دي يعني بس مش موضوع القناة فبلا سندخل فيه طيب نيجي بقى للنوع التاني وهو الهايبرد كلمة هايبرد يعني هاجين عارفين لما يكون حاجة مهجنة يعني حاجة على حاجة كده دي بيكون اسمها هايبرد طيب من اشهر الفريموركس هو اسمه الائونيك ده اللوجو بتاعه وواحد تاني اسمه نيتف سكريبت تقدر تكتب او تطلع موبايل ابس بال html وcss والjava سكريبت وفي الاخر التول بتحول ل نيتف كود طبعا ما يبقاش بقوة ان انت تشتغل بحاجة زي السويفت او الكوتلن مثلا لان هي النيتف يعني الحاجة بتاعته اصلا بس ليه طبعا بنيفتس كتير ان انت مش محتاج تتعلم language جديدة موضوع بقاسها لشوية بس طبعا ممكن يأثر في performance ما بطرفش تستغل كل features اللي موجودة او اللي تقدر تقدمها للا ios او للاندرويد ممكن ما نتكلم عليه بعدين الفرويات بينهم يعني cross-platform شبه الhybrid برضو الى حد كبير بس بيديك functionality اعلى شوية وبيقدر يقربك من النيتف الى حد كبير وطبعا من اشهر الفريمورك اللي بتشتغل به الcross-platform هو react-native وطبعا الشهير اللي بقى منتشر في الوطن العربي عندنا جميع جدا وفي العالم كمان كله هو الفلاتر يعني الاقبال التاريخي على المكتبة فندم الناس كلها بتعلم في التاريح طول قوية جدا معتمدة على language اسمها dort وبيت ممتشرة زي النار في الهاشيم كده يعني وبرضو احد اشهر الفريمورك هي Xamarin الناس اللي متابعة Microsoft stack يعني وC sharp عارفة ان Xamarin بتقدر نdevelop ونطلع الابليكيشن بتاعتنا او فريمورك جديد اسمه MAUI هريبا نتكلم عليه في فيديو وبنفاصل يعني بس انا مبقاش متحمس اول الامانة يعني عشان لكم رأي للموضوع ده يعني لو انت هتختار حاجة لو تقدر تتعلم native اتعلم still انا مش ضد الhybrid ولا cross platform بس هما مطلوبين بشكل اكبر للامانة يعني هما المحتمدين في الشركات بشكل كبير بس الفلاتر برضو للمستقبل هو ليسه مش ناضج طبعا زي الswift او kotlin بس اعتقد لمستقبل ان شاء الله بس دي حاجات ايه في علم الغيب طيب ايه ال time frame عشان نبقى mobile developer سواء اي او اس او اندرويد انا اعتقد من 3 ل 6 شهور يعني تقدر في خلال الفترة دي فعلا لو انت زي ما بقولك مش بتهزر تطلع حاجات مبهرة جميلة توريها لاصدقائك على موضوع الموبايل انا بشوفه موضوع شويق بصراحة موضوع الموبايل development دوت نروح على التراك الاخير وهو database administration كن هو بنسبة لي اكثرهم مللا بصراحة يعني بس انا احتاج برضو الكلام عليهم ومطلوب برضو بكثرة ومهمة طبعا جدا الdatabase administration دوت هو عبارة عن اي اكتيفتي الdatabase administrator بيعملها عشان ينشور ان الdatabase stable وavailable للبيزنس الdatabase security الdatabase monitoring الbackup الترابل شوتين لو بنحنا نبلان كمان ان احنا نكبر الdatabase بتاعتنا نscale up او نscale down الdatabase administrator بيكون مسؤول عن الكلام تشتغل as database administrator SQL server database administrator Oracle database administrator وخد بقى عندك senior او database developer او system administrator كلها لها علاقة بالadministration وممكن تبقى تحديدا على database ممكن امحطة في الشركة عندك SQL database لبعض الproducts وممكن يمع في Oracle database لبعض الproducts وممكن يمع اكتر كمان من كده طيب الdatabase مش مجرد SQL فقط زي ما ذكرنا قبل كده لأ احنا عندنا طبعا SQL والno SQL database والno SQL كمان لها تأسيمة تحتيها فرعية بس مش هنذكرها في الفيديو ده طيب SQL databases اشهرهم طبعا Oracle MySQL Postgres بردو بقت منتشرة الفترة الاخيرة جامد ومع SQL server من Microsoft لانا حد تانية عندنا حاجة زي MongoDB حاجة زي Cassandra حاجة Redis حاجة وغيرهم طبعا كتير الadministerium طبعا محتاج بالdatabases ولازم يكون aware بهم ويأخذ الباكة بتاعتهم ازاي ابدوتهم ازاي يعمل monitoring عليهم ازاي يتأكد ان هما دايما available ازاي الحاجة اللي احنا ذكرناها في definition بتاع الشغلان دا تمام وطبعا يفضل يفضل لو تكون عارف شوية Linux لان ان ان تران Linux او الdatabases دا على Linux اول حاجة cost اقل الناس طبعا لو شايفت الكلودز او اشتغلت الفلوس بتاعت linux بتدفع اقل كتير جدا من windows بلاس بتاخد performance افضل فاغلب الناس فاغلب الشركات بتشتغل الdatabases دي على linux او الenvironment بتاعها بيكون linux مش شرط ممكن تكون عارف linux هيضف لك كتير جدا في cv بتاعك لو انت عارف تعمل على oracle على linux myseq ردس على linux ردس اصلا اول ما ذلك كان موجود على linux بس و الdatabases كتير كانت نفس الكلام يعني الطايم فريم في رأي يعني محتاج عشان تبقى database administrator في يسبقى بتقولك سنين انا بشوف ان دي بصراحة افورة يعني محتاج سنين ممكن عشان تسقل موهبتك او خبرتك في المجال تحتاج سنين ده زي كل حاجة يعني بس عشان تبقى عارف الحاجات الاساسية زي تاخد backup زي install كل database ازاي تعمل clusters وما الى ذلك من الحاجات دي انا شايف من نيجي بقى للحاجتين اللي احنا شايلينهم للاخر وهم المرتبات وهل التول دي مطلوبة في بلدك ولا لا يلا بينا نروح نبص عليها طيب زي ما قلنا موضوع المرتب ده بيختلف من بلد للتانية مش بلد كمان ده مدينة للتانية يعني الناس مثلا شغالة في اوروبا يعني لو شغال في المرتب اكبر شوية بس قدامها بيكون مثلا التكاليف المعيشة اغلى من لو مدينة اصغر منها وهكذا في كل البلاد تمام ونفس الكلام برضو ممكن في نفس المدينة تاخد مبلغ في نفس المدينة تاخد مبلغ تاني فبناء على اكتر من 46000 واحد عمل استفتاء على فدي كانت تأسيمة المرتبات في العالم كل يعني مثلا لو بصينا على ال هتلاقي ان ال اعلى واحد في كل التراكس اللي احنا اتكلمنا عليها طبعا في ايه بقى اللي هو ال و ال لكن ال ده زي ما هنش شايفين كده ده 70000 دولار في سنة لو نزلنا تحت شوية من ال هتلاقي عندك ال تقريبا ب60 او 63000 لو نزلت بقى تحت كده شوية خالص هتلاقي ال باك ان ب56 هتلاقي الفول ستاج برضو ب56 الحاجات دي تقدر طبعا بتتغير زي ما اقولوك يا حاجة دايناميك جدا بس طبعا مجال الى حد ما جديد شوية ممكن يبقى تشالنجين شوية فهتلاقي الناس اللي شطرة فيه اقل شوية فبالتالي مرتبهم يبقى اعلى كتير غير مثلا الback end ده track موجود بقله كتير جدا فتلاقي الناس اللي عارف ها اكتر شوية فبالتالي متاحين اكتر في السوق انا هسيطلوك الانك ده بقى تلعبوا كده في شوية هتلاقي مثلا الاتباس وراء وراء خمسة الاتباس تحت تسعة وربعين الحاجات مش تقليل من اي شغلانة ولا اي حاجة ده ده الواقع ونعرضه لكن ما تقلل من اي حد خالص الاتباس جاي تحت خالص ب واحد وربعين الف اعتقد لو دخلنا على الاي او او بيكون المرتبات بتاعتهم اعلى من كده بكتير لو جبنا مثلا ده المتاح حاليا هتلاقي برضو مازال الديب اوبس فوق شوية على القمة يعني بطبعا رقم الولايات المتحدة جماعة طبعا بتدي مرتبات اكتر بكتير من الناس بتاخدها في اوروبا تمام وهتلاقي تحتية على طول الback end developer طبعا شافي الارقام زي ما قلنا ايه بتبقى اكبر شوية يعني والموبايل developer برضو نط نط حلوة يعني والسيسم administrator نزل تحت شوية يعني تمام زي ما قلت هسيب لكم اللينك تعودوا ايه تدوروا انتم بقى ايه بمعرفتكم على المرتبات يعني عايز اريكم حاجة برضو في موضوع المرتبات ده الويب سايت كمان عامل حاجة ظريفة هنا انه هو عامل المرتبات بناء على programming language او framework اللي انت شغال بيه فلو هتلاقينا بقى closure و F sharp ان شاء الله برضو بنجهز فيديو نتكلم على F sharp والفرق بين وبين C sharp يعني الاسكالا هي اللي كانت في data science الراست برضو من اللغات القوية جدا والجغل اللي كلمنا عليها كنا لسه بنقول نقام الحاجات الوعدة يعني ان شاء الله لو نزلنا لأي حاجة نعرفها كده تحت قد لقي python موجودة بالتسعة وخمسين الف الار اللي برضو كانت في data science والحاسكال برضو كانت موجودة في data science type script swift في C sharp شبه بعض شوية kotlin برضو موجودة يعني مشاعد أرى لكم بقى الأرقام وخلاص دار تا بتاعت الفلاتر في القاع خالص php بعديها يعني انا هسيب لكم بقى اللينك وانتو تدورو في برضو حاجة ظريفة هنا وهي اللغات الأكثر انتشارة طبعا javascript بلا منازع دايما هي على القمة في آخر كام سنة يعني والhtml وcss لأنه هما المستخدمين داريبا في كل حاجة يعني فأي أن كان الفريم جورك لانتستخدمه فغالبا هتبقى مستخدم javascript وhtml وcss python طبعا وراها زي ما قلنا انها بقيت بقالها فترة متربعة لأن استخدمتها كترك جدا sequel برضو نفس الكلام وهتلاقي بقى java تفاوقت على cshr بشوية و php برضو يعني هسيب لكم لينك بقى وانتو ايه ادرسو كويس طيب عايزين بقى نعرف هل الكل او الانجوش دي مطلوبة في البلد او المدينة اللي انا موجود فيها ولا لا وهل هي تصعودية ولا تنزلية تعالوا نبص على ويبسايت تاني كده طيب الويبسايت ده اسمه google trends بيقدر الى حد ما يقص لك الطلب على كل حاجة تبسيرش عليها يعني ينفع سيرش مثلا انا هنا عامل سيرش على flutter وreact native وال ايونيك مثلا فانا جيب لك اهو اخر خمس سنين في مصر زي ما احنا شايفين flutter اللي باللي ازرق اهو كان تقريبا مفيش خالص واللاصفر واللاحمر دول اللي هما الرياكت native ويل ايونيك كانوا اكتر من الفلاتر بكتير جدا ابتدى يظهر مع او فيه شهر اغسطس يعني وسبتمبر في نص كده او بعد النص في 2018 وبعد كده خلاص بقى راح هو بقى منطلق خالص فوق و الرياكت نيتف ويل ايونيك بقى اطلب عليهم الكتير جدا ده جماعة برضو مش الطلب يعني هو ده الناس بتسرش عليه على جوجل هو بيعملوا اندكس على الطلبات او السرش اللي بيحصل عليهم ومنها بيقدروا يشوفوا اشتر تسمع مثلا يقول لك ان فيه مثلا الممثل الفناني او المغني الفناني ده طالع الترند او الحادثة الفلانية بنائنا على عدد السرش اللي الناس بتسرش عليه على جوجل يعني فطبعا كل الناس بتسرش اكتر معنا ذلك ان الموضوع ده عليه طلب اكتر يعني تمام فزي ما احنا شايفين كده ايه لحد ما نقدر نعتمد عليها تعال نبص على المواضيع بتاعتنا او التراكس بتاعتنا انا هنا اعمل ايه سرش في مصر برضو من اول سنة 2015 لحد اياخر 2021 على الديف اوب والويب ديف البيلوب والموبايل البيلوب طبعا البيلوب دي واسعة قوي انا مش محدد اذا كانت اندرويد ولا ايو اس بس نقدر برضو نقوم بيها يعني هتلاقي ان الويب ديفالوبمنت زي ما قلنا في الاول هي برضو مكتسحة من زمان والى حد ما بتنافس لحد الوقتي وهتلاقي فيه تو تراكس طالعين جدا الديتا ساينز والديف اوب شايفين اللي بالاحمر والازرق دول يبتدوا يطلعهم لحد ما بقوا ايه بينفسوا الويب ديفالوبمنت في مصر الموبايل ديفالوبمنت برضو تراندين بس مش زيهم فمش عارف يعني اه يعني حتى لما زودنا هي الطابك مش سيرش ترم برضو ايه جايبة حاجات بسيطة يعني تمام طيب نشوف الكلام ده في بلد تانية نفس الكلام دوت هنشوفه في بلد زي كندا مثلا اهو برضو نفس الفترة من 2015 لاخر 2021 نفس الحاجات اللي بنسيرش عليها هتلاقي بقى ان الويب كان ماشي ايه زي الفل وابتدى برضو اللازرة والأحمر اللي هو data science والdevops زي ما احنا شايفين كده طلعوا بقى في السماء خالص يعني عبدو حتى الويب development السيرش او الطلب عليهم بشكل كبير وقتلاقي برضو الموبايل development يعني محافظ ولا ولا زي اممكن يكون حاجة بسيطة مؤخرا بس طبعا زي ما كنا منقول data science والdevops طلعين فوق خالص يعني تعالوا برضو نشوف بلدين تانيين كده في السريع نشوف برضو احد اشهر الدول في مجال الـ IT يعني وبتطلب طبعا نشغال في الـ IT كتير جدا وهي المانيا نفس الفترة برضو زمنية زي برضو ما احنا متوقعين الdevops والdata science في الطالع اكتر حتى من كندا واكتر من مصر يعني وبردو الموبايل development شوية في النازل والويب development شوية في النازل مقارنة بالdevops والdata science ناخد اخر بلد برضو ناخد اول عربية كده نبص على السعودية في نفس الفترة الزمنية برضو هتلاقي ان تقريبا برضو نفس الكلام ان الـ data science برضو في الطالع بشكل كبير جدا والdevops برضو في الطالع الموبايل development يعني شوية مستقر الى حد ما يعني مع الويب development برضو يعني نقدر نستنتج بالكلام دوت ان الـ data science والdevops ليهم مستقبل كبير جدا ان شاء الله يعني دي كلها توقعات يعني بس انا مش اطول عليكم اكتر من كده يعني اتمنى يكون قدير بتوصل لكم شوية معلومات هم الاستفتاء فيه تراك زي cyber security في machine learning برضو بيستخدم في حاجات تانية غير data science ممكن برضو ان شاء الله نبقى بعد فترة كده لو الموضوع لقيت فيه استحسان منكو يعني ممكن برضو نكوفر ايه تراك تانية وفي الاخر لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك بيفرق معنا في دعم الفيديو يعني وتشترك في القناة ولو في حاجة مش مفهومة تقدروا تقولوني في comment وان شاء الله ارد عليكم وربنا وفقكم جميعا واشوفكم فيديو قادم ان شاء الله